السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا ومرحبا بكم معي في قناتي قناة غزل ومرحبا بالناس لأول مرة تزور القناة وكذلك الناس القدامين مرحبا بكم اليوم ان شاء الله كما تشوفوا غد نقدم لكم واحدة حلية كتجي خاطيرة في المذاق لديدة بزاف رائعة رغم المكونات اللي بساطين فيها الاو انها كتجي خاطيرة في المذاق فان شاء الله تبعوا معي الفيديو حتى الاخير بس شوفوا المكونات والطريقة ديالتحذير اول حاجة غد نضيف تحضير ديالها هي الكريم شونتي بالنسبة الكريمة فانا استعملت الكريمة السائلة كما يمكن لكم تستعملوا كريم بودرة اهنا اخدي جوج كيسان ليل العنبة من الكريمة السائلة بطبيعة الحال دروري تكون الكريمة بردا فغد نضيف لها كيس ملفاني وجوج معها القبار من السكر تكون غير مملوعة غد نضيف لكل جيدا حتى كيت مسكليا الكريم بالنسبة الى كانت الحرارة عندكم فمن الاحسن انه المول او الاناء اللي كتخدمو فيه تديروه في تلاجة وكذلك ذاك التراب بتوديروه في تلاجة باش كمين كتطلعوا الكريمة كتطلع عليكم مزيان سافي هنا يا من بعد ما طربت الكريمة فهذا هو الشكل ديالها كيما كتشوفو كيجي متماسك ممكن هزوها ما كتبتش لنا غد نغطيها بالسلوفان ومدخلها لتلاجة على ما كان وجدوا الطبقة الاولى ديال البيسكوي بالنسبة للطبقة الاولى فكيما كتشوفو عندي هنا يا بيسكوي بيسكوي اي نوعية كانت عندكم بالنسبة لي انا استعملت النوعية ديال جولدن كيجي خاطير في المعداق الليد بزاف لانه هو الليد فكيجي زوين الى جربته غياجبكم وعندي الحليب بارد هادي ناخد المول هادك الدائرة ديال المول سافي كنحطها على هادك الورق وكان بضاء كان وضع بيسكوي في الحالي بكان فزقو غير شوية مشي بزاف كيما يمكن لكم حتى تستعملو اه اوريو الى بغيتو كيتجيتا هي رائعة سافي كنقام ستمره حتى كنكمل الكمية كاملة هادي هادي الطبقة الاولى هادي نجيب الكريم الكريمة متلاجة وغادي نبدأ كنوزحها على الطبقة الاولى طفي كنوزحها عليها بشكل متساوي وغادي نوضع الطبقة الثانية بنفس الطريقة كنوضع في الحليب وكنستف على هاد الشكل ولكنو الجوانب مثلا غير مملوءة فكننهرسو بيسكوي كيما كتشوفو وهادي نوضع الطبقة التاليزة عفوا الطبقة الرابعة من الكريمة وكان بقى نستمره بنفس الطريقة حتى كنزلي الكمية كاملة اللي عندي هنا يا غادي تبقى لي طبقة واحدة من البيسكوي ومن بعد غادي نضيف لها الكريمة سفيوك رجاء نكمل الطبقة الاخيرة واحد الملاحظة صغيرة ومن بعد غادي نضيف لكم في مدى دياليوم كاملة أو ليلة كاملة لا تحتاجوا ان تفزقوا البيسكوي بالحليب لانه فشكي بقى تالجة كيرجع على الطب اه قديجو سفيونا نضيف الكمية المتبقية من الكريمة سوف ننزحها الى البيسكوي وبعد غادي نغطيه بسلوفان نوضعه في المجمد مدة خمسة ديال الدقائق غير عما نحضره نضيف الصالصه و نخرجه و ليس حضير الصالصه عندي كاس لرب دي الماء جوج معالق كبار من زيت نباتية و جوج معالق دي الكاكاو عندي كمية قليلة من الشوكولة بالنسبة لي أنا مصورت شكيس من الفاني و كذلك ملعقة كبيرة من السكر و ملعقة كبيرة غير مملوئة من الدقيق إلا ما كانش عندكم عفوا إلا كان عندكم الناشا فتقدروا تستعمله سوفي أنا كنوضع المكونات كاملين مع هذا الشوكولة فكنخليها حتى الاخر سوفي كنخلط المكونات مزيان مع بعض سوف نضعهم على نار تكون مهيلة كي بدك يغلى كنطفي عليه و كنضيف له الشوكولة هنا من بعد ما غلى ليه فهذا هو الشكل دياله سوف نخرج تحليه من المجمد من بعد ما كتكون تماسكت سوف نضع من فوق منها هاد السلطه فبنسبة للتزيين كيبقى اختياري لما بغيتوش تودعوا السلطه تقدروا تودعوا دانيت شوكولة أو دانيت كراميل فكيبقى لكم الاختيار سوفي كنوضحها على التحلية كاملة من بعد كنخليها كتبرد مددية الخمسة ديالدقائق و كنغطيها بسلوفان كندخلها المجمد مددية الساعة ونصف قريبا ولا جس ويع كتكون واجدة إلا ما كنتوش محتاجين بها فوضعوها من الفوق فهي غدي تمسك لكم طفي من بعد ما خرجتها من المجمد فهذا هو الشكل ديالها كتجيم تمسكها من فصف شليكم المدق ديالها كيفاش يجي غزال خصوصا هادك البيسكوي اللي استعملت كيعطيها واحد المدق رائع فبالنسبة للتزيين انا هنا اختيت اللوز حمرته و هرمشته على هاد الشكل سنستمر في التزيين و بعد ما نتلقاه في الشكل النهائي ليلتحلية شكرا و هدا هو الشكل النهائي ليلتحلية فكما شفتوا معايا مكوناتها جد بسيطة و كذلك توجد بسرعة ولكن المدق ديالها كيجي رائع رائع كيجي لديدة بزاف و خصوصا الى استعملته بسكويت اللي انا استعملت بسكويت ديال جولدن فكيجي مختلف على التحليات اللي مولفين كان ديرو في واحد المدق اللذيذ بزاف فغنقسم اليكم بشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي من الداخل كتجي كريمية و متماسكة فان شاء الله غتجربوها و تنال اعجاب ديالكم و خليولي التعليق و قولوا لي كيف جاتكم خصوصا الى استعملته جولدن قولي لي المدق دياله و كيف اجيكم في هالتحية فان شاء الله هاد الفيديوين اللي اعجاب ديالكم و متنسونيش من لايكات اللايكات لانه باللايكات ديالكم كتفرحونا و كذلك كتشجعونا اكتر و اكتر وبنسبة الناس اللي كتزور اول مرة القناة ديالي متنسوش اشتراك و تفعيل الجرس باش توصلوا ان شاء الله بكل جديد هنخليكم مع الكمالة ديالفيديو و غد نتلاقاه في الفيديو القادم ان شاء الله شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر